تعالوا بينا نقول مقدير الكعك سجلوها معايا لانها حلوة جدا وبتبقى حلوة قوي 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 هنحتاج كيلو دقيق هنحتاج كمان نصف كيلو سمنة يعني على الكيلو الدقيق بناخد نصف كيلو سمنة هاخد نصف كباية من السمسم المحمص هاخد ثلاث معالق كبيرة من السكر البودرة هناخد كيس بيكين باودر البيكين باودر اللي هي ما يعادل تمانية جرام بس لا اقل ولا اكتر هاخد كباية ميا دافية نفس الكباية اللي هوزن بيها السمسم هوزن بيها الميا يبقى هارجع تاني اقول كيلو دقيق نصف كيلو سمنة عندي نصف كباية من السمسم اللي هو الجنجلان كمان عندي ثلاث معالق كبيرة سكر بودرة كيس بيكين باودر اللي هو تمانية جرام كباية ميا دافية وزازة من ريحة الكحك ريحة الكحك هقول لكم دلوقتي على مكوناتها الناس اللي مش عارفاها ورشة ملح ريحة الكحك هناخد منها لو ما عندناش ازازة جاهزة اللي هي مقدار معلقة كبيرة هنستبدل ازازة الزغنطوطة دي بمعلقة كبيرة ريحة الكحك مكونة من ايه؟ مبدئيا الناس كتير برضو سألت يعني ايه ريحة الكحك؟ ريحة الكحك هي عبارة عن تتبيلة او بهارات بنبهر بيها الكحك بتدينا طعم مميز جدا وخاص هنا في مصر وفي الدول العربية بس احنا هنعملوا بطريقة زوزو النهاردة هناخد منها اتنين معلقة كبيرة محلب اتنين معلقة كبيرة سمسم اللي هو زنجلان معلقة كبيرة الورد اللي هو الناشف كمان عندي معلقة كبيرة من الحبهان اللي هيقع قلة عندي معلقة كبيرة من الكبابة الصيني في مصر في المغرب الاتنين كبابة الصيني والمحلب كمان عند العطار في المغرب وفي مصر هو اسمه محلب كمان عندي نص معلقة كبيرة من القرونفول يكون باودر نص معلقة من الارفة صغيرة وممكن نقلل من نص معلقة كمان لو حابين نص معلقة صغيرة من جزء الطيب جزء الطيب تكون مبشورة طبعا يستحسن انها تكون فراش ممكن تزودوا معلقة صغيرة خالص من الفانيليا ممكن نحط رشة فانيليا وممكن نحط معلقة صغيرة على حسب احنا بنحب ايه هي كل واحد ومع ياهوية طبعا هرجع وقولكم كل واحد بيعملها بشكل وبطريقة كمان في ناس بتحب تزود لورة ورقة لورة اللي هو ورقة سيدنا موسى مطحون نص معلقة صغيرة وممكن تزودوا عليها كمان نص معلقة من الجنزبيل باودر بتبقى رائعة جدا 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 هي دي ريحة الكعك اللي هنا بنعملها في الكعك اللي انا هعمله النهاردة تعالوا بينا للمكونات بتاعتي هاخد الدقيق هنا باخد انا احط كل المكونات مع بعض عايزة اشير لحاجة لو انا ما طلبتش في الحلويات اللي هنعملها اننا ننخل الدقيق يبقى ما ننخلوش انا هنا في الكعك مش محتاجة اني انخل الدقيق خالص انا عايزاه زي ما هو هاخد البيكينب باودر سكر البودرة الملح عندي ريحة الكعك اهي ما يعادي المعلقة بتبقى مطحونة ناخدها ونتحنها عند العطار والسمسم اللي هو الزنجلان متحمص تحميصة بسيطة جدا على طاصة هنعملها بالشكل ده هلفوهم لفة بس بسيطة وهزود عليهم السمنة والفوهم لفة بسيطة وزود الكباية بتاعت المية الكباية بتاعت المية اللي لازم تبقى دافية ضروري جدا يلا بينا بسم الله خلوني اخدها بسوا الطبق او الحلة اللي انا عاملة فيها لما بعجينها عشان تعرفوا انها تمام معاكم مش لازم يبقى لازق عندكم فيها عجينة خالص مش هتلاقوا في الحلة بتاعتكم عجينة نهائيا عندي ورق زبدة هحط ورق زبدة يستحسن عشان ما ينزقش مني كمان عندي البتفور الغريبة الكعك بتاع العيد لازم اخلي فرق ما بينه وما بين حبة وحبة اسيب فرق ما بينهم على اقل يعني اقيس كده سبعين اتنين وطريقة البتفور اهي موجودة يا فندم على الشاشة هنعملها بالشكل ده اهي هخلي سبعين على اقل هعد عشان لما يفرد معايا لازم بالشكل ده بحيث انه لما يجي يفرد معايا البسكوت بتاعي ما يلزقوش في بعض كمان عندنا حاجات كتيرة جدا عشان تنجح معانا المفروض بعد اما تعجينوا العجينة دي يفضل يفضل لو عايزينها تبقى مظبوطة معاكم حلوة قوي يفضل انكم تدخلوها التلاجة حاجة بسيطة يعني مدة ربع ساعة او 20 دقيقة بالكتير نحطها في التلاجة وبعد كده نشيلها نشكلها ونشتغل بيها بس انا بشتغل بيها عشان ضيق وقت البرنامج اشتغل بيها عشان ضيق وقت البرنامج